موسيقى يساعد لي اوقاتكم من مطبخ لولو اليوم رح نعمل اكل كتير طيبة روعة فخمة خرج مناسبات خرج عزومات يعني ما بقدر اوصف لكم قداش هي طيبة كتير طيبة الورقة العنب او ورقة العريش باللحمة محشية رز ولحمة ومعمولة تحت لحمة فيكن تحطو لحمة رقاب لحمة كستلاتا او حتى فيكن تحطو لسانات كتير تطلع طيبة يلا نروح سوا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير موسيقى يومون تقرته ا كمان مع الاصغيرة من القرفة. كمان تقريبا نص مع الاصغيرة من الفلفل الاسود. وهلأ راح هيك ادعاكم بالشوكة متل ما شايفين فيكم تحطوا كمان تدعاكم بقيتكم عادة. هايدي الخطوة كتير مهمة لما بتكون تعملوا محشي او كوسة او محشي بتنجان او ورق عنب او ملفوف بتاعتي يعني نكهة غير شكل. في ناس ما بحطوا بصل. انا من النوع اللي بحط بصل. بحب البصل بالمحش كتير. ما بيمشي الحال عندي يعني بلا بصل. فيكن انتو متع ما تحطوا بصل وما تعملوا هايدي الطريقة. بس انا بحبها كتير. هلأ من بعد ما مع عرستن هيكة ومضبوط. رح زيت فوق منن اللحمة المفرومة. عندي هون تقريبا اه 400 جرام لحمة مفرومة خشنة. رح ادعاكها مع البصل مضبوط. هاي هي الخطوة اللي رح تعطينا للمحشي غير شكل طعم. طعم روعة. بعد ما اتأكد انه جانا سيت البصل مع اللحمة رح زيد بقية المكونات. عندي خمس كبايات من الرز. الكبايات الشربة على قبر جيكونيها. هايدي هي الكباية اللي عيارت فيها الرز. خمس كبايات من هايدي الكباية. غسلتم مضبوط. مضبوط رز مصري. رح احطهم. اكيد صفيتهم من المي. رح حطهم فوق اللحمة. اكيد من اقاين ونضاف. ورح ابلش ادعاك مع هون. لحتى يدشانسوا مع بعضهم. من بعد ما ادعكتهم زدت لهم مع الاو نص سمنة بلدية. سمنة البقرة الحلوب. وهلأ رح زد لهم شوية زيت عشان يطلع الرزهم فلفل. هيك تقريبا شي نص كوب شاي. هلأ رح ارجع زيد كمان شوية ملح. لانه مع الملح اللي حطيناه مش كفاية. رح زيد تقريبا شي نص مع الاكبيرة. ورح زيد كمان شوية بهارات. شوية تقريبا مع الاصغيرة ومع الاصغيرة سبع بهارات. كل البهارات اللي زدنان قوشي على البصل. يعني كمان نص مع الاصغيرة او ربع مع الاصغيرة من البهار الاسود. او الفلفل الاسود. هلأ كمان رح ادعاكم مزبوط. رح ادعاكم مزبوط. لحتى يدجانسوا كلهم مع بعضهم. هاي دي الخلطة اللبنانية. وهيك من بعد ما خلصتها. هلأ رح غطيناه. بالورق. السانيتة او السليفان ورح حطها بالبراد لحتى جهز بقيت المتل ما شايفين عندي ماي عم تغلى. حطيت ماي. وهلأ بدي زيد شوية ملح. وعندي هون انا ورق عناب مكبوس. رح نزلوا بالورقات العناب هيك بقلب الماي. اللي شايفينه عندي ورق عناب مكبوس. رح نزلون عم نزلون بالماء السخنة والملح. وهيك بكمل عملية سلق الورق العناب. وهيك من بعد ما سلقتهم للورقات العناب. خسلتم ماي باردة مزبوط. وعصرتهم شوي لحتى ينزل كل الماء منه. وهلأ بدنا نروح لعملية اللف. وهيك منفرض ورقة العناب. ومنحشيها الرز مع اللحمة. ما منكتر كتير بقلبها. عشان ما تنفزر كتير بقلب الطبخ. وهيك اول واحدة سويتها. وهي الثانية. شوفوا كيف حطيت ما كترت. رفعتها. وهلأ عم ببرمع. يعني في ناس كتير بتعرف تلف ورعنا. بس اكيد هيدا الفيديو للمبتدئات. وهون متل ما شايفين انا سلقت كستلتا وصلقت رقبة. مش سلقتها. يعني خليتها شوية طلع الزفرة. شلت الزفرة. وشلت المي وغسلتها. وهلأ بدي صفها بقلب الطنجرة. حاطة هوني بقلب الطنجرة. حتيت شوية زيت. زيت نباتة. وقصيت حبتان بصل. بهي الطريقة. طرنشات مبرومة. متل ما شايفين. وهلأ بدي انزل باللحمة عليه هون. وبعد ما صفت اللحمة رح رش شوية ملح. وهلأ خلص ما بقرش ملح ابدا لانه حطيت الكفاية بقلب الحشوة في ملح منيح. وحطيت عوج اللحمة. وهي ورقات العنب اللي لفيتهم قبل. شايفين. هلأ رح صفن بقلب الطنجرة. متل ما شايفين. رح حاول عبال فراغات بين اللحمة. شايفين كيف. وبعدين ببقى تكمل الباقي. وهيك صفيتهم بالطنجرة. وحاولت انه يكون شكلهم متناسق. نحنا ما بدنا نقله بالطنجرة ويطلع قلب متل ما هو. لا. بدنا نقله بالطنجرة بقلب صينية كبيرة. او صحن كبير. لحتى. لانه الورقة العنب بتاعنا بقلبه مرأة. بقلبه زوم. وهيدا ما طيب الا ما يكون بقلبه زوم. واكيد هيكون مفرفط. مش هيكون قالب واحد. هلأ حطيت الورقة العنب على النار. هدور تحته. رح اكبسه بهيدا الصحن. رح حط عليه كمان تقالب بعد ما حط عليه مي. بس لحط المي. رح حط المي. رح حطه تطلع المي فوق الصحن. اكيد اه هروحوا اجي وطلع له. كل ما نشفت ميته رح حزدله شوية ماي كمان لحتى. شايفين عام ينزل المي لتحت بعده. بالاخير رح زدله الحامض. هلأ بالوقت اللي الورقة العنب تكون على النار. انا بدي رح اقصر الحامض. شايفين كيف نزلت المي كله. رح ارجع زيد مي. هلأ بسته تغلى المي كمان رح اتفوش على الوجه. شايفين? كمان شربت المي. هم? يعني لاشوف المي طلعت لفوق. هي اخدت معي لتر ونصف تعريبا المي. هلأ رح اجيب التقالة وتقلب التقالة واذا زائز يعني اذا عزت ماي رح ازيد. وهي هحط هلأ التقالة وانطر التنجرة لحتى تغلى. وهي الورقة اللي عنا بعم يغلى متل ما شايفين. هلأ رح انطر لحتى تنشف ميته. كمان عم بعمل معهم كوسة محشة. شايفين بالصوص الحمرة. هيدا الكوسة مطلج شايلته مطلجة وحشايته ونزلته بالمرأة. هو لأرواع من هك. هلأ بس لتخلص التنجرة رح نرجع. وهيك خلصوا عندي. المرأة العناب هلأ طفيت تحتهم. هو بدي شيل الغطة. شايفين. من بعد ما شلتهم عن النار شايفين روعة. هلأ رح زيت فوق منهم الحامض على البارد. هلأ رح يشربوا المرأة الحامض. وهيك نخلص عنا الورقة العناب. ما فاضل غير نقلبه. مرأة العناب. وهيك خلصت عنا طنجرة الورقة العناب. وهيك خلصت عنا طنجرة واو واو ما بخبركم عن الريحة. طوشة الدنيا. في ناس بيعملوها بالتوم. انا بعملها بالبصل. جربوها بالبصل. ودعولي. قدمة طيبة. كثير كثير طيبة. شايفين منظر. واو بيحكي عن حاله. وهيك وصلنا معكم لنهاية الفيديو. بتمنى يكون نال اعجابكم. واذا عجبكم ياريت تعملو لنا لايك وشير. وسبسكرايب. تشكركم كثير على المتابعة وإلى اللقاء. باي باي. تشكراي باي. موسيقى